وفرنسا خالي وبلجيكا خالي في دول كثيرة خالي معناته هذه تمارس الاستعمار والهيمن على الدول الضعيفة بالدرجة أكثر ولا أقل ولذلك حرصنا أن يكون بعدين هذه فعلة مشكلة بس في نقطة مهمة هي نقطة مهمة والأخطر من ذلك هذه أذكر أنه حتى ناقشناها إحنا بأيام الجنية لا يجوز اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية بالقوانين المكملة بسموها إلا بعد أن تطرق القانون الوطني يعني بمعنى من ارتكب جرائم اللي ذكرها جرائم إبادة جماعية أو جرائم حرب وكذا إذا الأولى بالحكم هي المحكمة الوطنية المحكمة القضاء الوطني إذا عجز القضاء الوطني وغير قادر على المحاكمة يصبح ينتقل إلى المحكمة الجنائية الدولية ضمن الضوابط الموجودة الإجراءات التي تمت باطلة وإجراءات المنتحي العام باطلة والقرارات التي صدرت عن هذه القوة وأنا بقول أن القرار لن يؤثر نهائيا أقول لك ليش هل لقد يش مجلس الأمن مش كل أعضاء مجلس الأمن بريطانيا فرنسا ماذا يمكن لمجلس الأمن ولا يعمل شيء اختار مجلس الأمن يعني ماذا سيصدر ماذا نتوقع لن يصدر شيء لأنه لأنه بريطانيا أعلنت موقفها واضح رئيس الوزراء البريطاني إيجا تحل الأردن وزير خارجية إيجا وكانوا ضد قرار ترامب ومع الموقف الأردني بالولاية على المقدسة الرئيس الفرنسي كان موقف واضح بهذا المسألة الاتحاد الأوروبي سيدي اليوم قال ناتين ياهو لن ننقل سفارات الاتحاد الأوروبي كلها والصين معنا معناته ما بقي غير أمريكا وبالتالي لا أسمح الله وأستبعد اتخاذ أي قراء إعلام مجرد إعلام كيف نحن نبلغ الحاكمة الإداري نعمل مسير أو اعتصام ما إلون لن ملغو فقط وبالتالي لن تؤثر على الأردن لا من قريب ولا من بعيد لكن أنا بنتقد السياسة الأردنية كان يتوجب كان عليه من أن يتصل مع أعضاء مجلس الأمن مع مزراء الخارجية يعني التحرف يكون مختلف تماما وأن يقدم مذكرة قانونية ويذل كل الصعوبات وخاصة وأنا بقول لك لم توجه أي مذكرة للأردن بطلب عمر البشر طيب ما رأيك لهم بس قبل تسمح لي بس أنا أعود أن أقول لساد المشاهدين أنه جلالة الملك الآن تحرك من السعودية إلى تركيا هذا الخبر الآن تفضل برنامج التفاعل إخباري سيدي أولا بالنسبة لقرار الإحالة الصدر على المجلس الأمن بالمناسبة هو لا يلزم المدّة العام يعني في قرار الإحالة يمكن في حوالي 300 شخصية سودانية تم حطهم بالقرار لكن بالتحقيق طبعا لأن المدّة العامة بشرة التحقيق طبعا عشاء